السلام عليكم جراء جديد في اتهام الفنان كمال أبو ريه بالنصب على معقف سيارة مرسيدس تصالح الفنان كمال أبو ريه الخميس مع رجل معقب صريا يدعي طهجميل 56 سنة موظف بشؤون الاجتماعية إمام جهات التحقيق في الجيزة بعدما تهم الأخير الفنان القدير بالنصب واستغراله لشراء سيارة فارها ماركره مرسيدس البداية وفق المبلغ جميل وأصل إقامته بمنطقة الظاهر بمصر القديمة في القاهرة بحصوله على خطاب معاقين لشراء سيارة والذي اشتراه الفنان كمال أبو ريه منه وتوجه إلى ألمانيا لشراء مرسيدس مؤديل إيمائتين بمبلغ 370 ألف جنيه في العام 2022 قال مقدم البلغ لرئيس المباحث أنه وقع على إقار استلام السيارة وكافة إجراءات استلامها إلا أنه يطالب الآن بدفع 370 ألف جنيه لأبو ريه لإستلام المرسيدس ويرفض نقل ملكيتها للفنان الشهير والذي هدده بالحبس لأنه وقع له على إيصال أمانة بالعرض على اللواء هشام أبو والنصر مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة طلب أحاله البلغ لنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونيات اللازمة وها هنا قد وصلنا إلى نهاية الفيديو أرجو أن يكون قد نال إعجابكم مرحبا المترجم للقناة وانترجم للقناة